اشتركوا في القناة ايه اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت هنفهم حضراتكو اكتر بتوقيتات ما حدث خلال هذه الفترة اتحاد كرة القدم السابق هو المسؤول مسئولية كاملة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم السابق مسئول مسئولية تنفيذية ومسئول مسئولية عن كل ما حدث في هذا الموضوع ليه؟ خلوني اقول لحضراتكم تسلسل الاحداث في ما حدث في موضوع محمد صلاح كل اتحاد محلي بتجي له ورقة بيتم اختيار فيها الافضل من وجهة نظر كابتن المنتخب والمدير الفني كابتن المنتخب الاول لكل اتحاد محلي وكابتن والمدير الفني لكل اتحاد محلي واحد الاعلاميين الذين رشحهم الفيفا الفيفا رشح زي ما حضراتكم اسمعته احد الصحفيين اسمه هاني دانيال هاني دانيال اختياره الشخصي اختياره الشخصي كان ان يكون كريستيانو رونالدو او اعتقد مانيه مهم ان محمد صلاح رقم 3 في الاختيار الشخصي للصحفي المصري هاني دانيال ثم اصبع عندنا حكتين المدير الفني واحمد المحمدي كابتن منتخبنا الوطني في ذلك الوقت لما اتبعت الجواب او اتبعت الميل للاتحاد المصري لكرة القدم كانت تمت اقالة الادارة الفنية لمنتخبنا الوطني في ذلك الوقت اللي هو كان خفير اجيري وبالتالي تم تكليف كابتن شوقي غريب بان يكون هو صاحب الصوت في الاختيار فكابتن شوقي غريب اختار طبعا محمد صلاح اولا وبعدين رتب الاتنين التانين كابتن احمد المحمدي كابتن منتخبنا الوطني برضو عندما تم لما وصلت له الورقة الاستمارة اللي بيتم فيها الاختيار اختار محمد صلاح الاول وبعد كده رقم اتنين ورقم تلاتة ايه اللي بيحصل بعد كده اللي بيحصل بعد كده ان انت كاتحاد كرة المدير الفني بيسلمك الاستمارة كابتن المنتخب بيسلمك الاستمارة والاعلامي بيسلمك الاستمارة او هو بيبعث فاتحاد كرة القدم مسؤول على ان هو يبعث هذه الاستمارة الى الاتحاد الدولي تمام تمام كلام ده حصل امتى يوم 15.08 يوم 15.08 الاتحاد المصري لكرة القدم بعت الاستمارات التلاتة اللي هي استمارة احمد المحمدي واستمارة المدير الفني اللي حل مكانه اللي هو خفير اجير اللي كان ماشي فحل مكانه كابتن شوق غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطن هاني دانيال اعتقد ان هو بعت استمارته من خلال او بعت استمارته فاصبح هناك ان لزاما على اتحاد كرة القدم ان هو يبعث الاستمارات دي للاتحاد الدولي لما اي مستند بيطلع من الاتحاد المصري للاتحاد الدولي يجب ان تكون هناك امضت او خط المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو كان في ذلك الوقت القائم باعمال رئيس الاتحاد اللي هو لواء ثروة سويلم احد الاشخاص المحترمة جدا 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 بالمناسبة يعني فاللواء ثروة كان هو من المفترض ان هو لما تجيله الاستمارات دي يمضي عليها ويبعثها للاتحاد الدولي لكرة القدم خلينا نرجع بالذاكرة شوية يوم خمستاشر تمانية يوم خمستاشر تمانية لو حضراتكو تتذكروا قرار تعيين اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كان يوم عشرين او يوم تسعتاشر عبل ما وصل جاي يوم عشرين لانه كان جاي من الاتحاد الدولي اللجنة الخماسية استلمت الاتحاد يوم تلاتة وعشرين اذا لجنة الخماسية والمدير التنفيذي المؤقت في اللجنة الخماسية الاستاذ وليد العطار كابتال وليد العطار مالوش علاقة بالموضوع خالص وبالتالي الخمس ايام دول هم اللي كانوا فترة الريبة فترة الريبة محدش عارف مين بيعمل ايه او محدش عارف مين ماسك ايه ولكن ورقيا ومستندية وكل شيء كان الاتحاد المصري في ذلك الوقت هو رئيسه المدير التنفيذي اللي هو ثروة سويلم القائم باعمال المدير القائم باعمال الرئيس الاتحاد في ذلك الوقت فكان لزاما عليه كان لزاما